اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوى الأوتو، حرك يده، سوى الأوتو، بعدين وقف محل إليه ما يده ها عدد. إيش الانيميشن كانسل؟ الانيميشن كانسل، الحركة الثالثة، الحركة الثالثة هذي اللي هي يسويها الشامبيون، تقيت تلغيها، تقيت تلغيها بطريقتين. طبعاً زي ما قلنا يا شباب، الحركة هذي applies على الأوتو أتاكس وعلى الحركات. فقاليني واقف محلي، سويت الأوتو أتاك، بعد ما ضرب الأوتو أتاك، وقف يده ويستنى الحركة. فلو أنا إيش سويت؟ حطيت يدي وقلت أوتو أتاك الأولى، وقف، سوى الأوتو أتاك الثاني، وقف، سوى الأوتو أتاك الثاني، وقف، وهكذا. إذا أبغى أشيل الحركة الأخيرة، أو كل اللي يحتاج أسوي، أوتو أتاك وأمشي. شايف؟ ما أستنى يا شباب إليه نسوى الحركة اللي في الأرض، على طول ميشي، ما أستنى إليه ما رجع يده مرة ثانية، لغيناها نهائياً، أوكي؟ قلينا نشوفها بالحركة البطيئة، أنا سايب يدي زي ما قلت لكم ما شاب، شوفوا، حيضرب الضربة، الحركة الأساسية، الضربة، الأوتو أتاك، وبعدين ترجع. بعدين ما حيضرب الضربة اللي بعدها، إليهن يخلص حركة يده كاملة، بعدين هو جاب ضرب الضربة الثانية. فإحنا ما نبغى نستنى الحركة الثالثة اللي هي اللي ترجع، نبغى نلغيها عشان نسوي الأوتو أتاك اللي بعدها أسرع. فهو، تضرب الضربة، وبعدين تتحرك بسرعة تقوم تلغيها، تضرب الضربة اللي بعدها وتلغيها، تضرب الضربة اللي بعدها وتلغيها، تضرب الضربة اللي بعدها وتلغيها، طبعاً هذه واحدة من الطرق اللي تقل تلغي فيها الحركة هذه. الطريقة الثانية اللي هو دائماً أنا أوريكم إياها في الحركات، أوتو أبليتي على طول، تلغي الحركة الثالثة بأبليتي، فاهمين؟ فأول طريقة تلغيها اوتو وتمشي طريقة الثانية وبعدين حركة على طول خلي الابريتي ترجع بعدين حركة على طول فتقوم تكنسل الحركة الرجعية الثالثة وتضرب طبعا ايش الفرق بين واحد يضرب ضرب عادي يعني بيجري كده رايت اوتو اتا يعني رايت اتاك من دون ما يسوي اناميشن من دون ما تسوي اناميشن كانسل واحد ما يسوي واحد يسوي اناميشن كانسل يضرب حيمشي بنفسه وحاجل السحاوي للحقه ويضربه حب حب فضربنا ضربتين افروض التالتة في الطريق انام بذات بوتس حتى انا بيجري نسجري وراه ويضرب بنفسه من بعد بالمقابل لما تسوي اناميشن كانسل تمشي تقرب بسرعة تكنسلها تقرب تكنسلها تقرب تكنسلها تقرب تكنسلها وهكذا هذا هو الانيميشن كانسل طبعا تكنسلوا لو تشوف فيديوهات تكتيكات حقاتي يا شباب القديم او اللي حطيتها اللي هو نتقول الميكانيكس حقات جن ولا حقات سوي اوتو كيو اوتو اي اوتو اوك تكنسل دائما الحركة الثالثة اللي هي قلنا لكم اللي هي الرجعية تكنسلها سواء برايت كليك موفمنت ولا بابلتي تانية ولا حتى بفلاش اوكي حتى الفلاش ممكن تسوي نفس الشي فيه وبكده اظن يعني الكونسبت يعني بسيط لو 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 عرفت ايش معناها يعني دائما انقال كتير قدام الناس وما احد عارف ايش معناها بس ضبط اظن كده شرحنا تفصيل المهم والله اعطيكم العافية يا شباب وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم ولا عندو اياس الى الشباب اشتركوا في القناة